سيد زهر رجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى في سلوان مرحبا بك أهلا بكم سهلا قرار صدر عن المحكمة العليا وعمليا قرر القضاء بأنهم لن يتخذوا قرار في القضية التي تخص إخلاء العائلات هنا أولا نريد بعض المعلومات عن عدد العائلات المهددة بالطرد من بطن الهوى الصحيح نحن 84 عائلة اللي معهم أوامر إخلاء من قبل عطيرة كهنيم بما يقارب 700 وكذا شخص موجودين على هذه القطعة الأرض المداعى عليها اللي هي خمسة دونهم وممتين متر يعني احنا بنحكي عدد مش بسيط وهدولا الأشخاص كلهم معهم أوامر إخلاء يبدأ من 2014 لحتى اليوم بيدعاء لأنه هاي الملكية الأرض تعود لإلهم وبيطالبوا بإخلاء هذه العائلات لا أخفي كسرا أنه عائلات بسيطة عائلات من العائلات الفقيرة في منطقة القدس مش هالعائلات اللي ممكن تفتح بيت ثاني أو تشتري بيت وتسكن وتعيش فيه عائلات على مستوى بسيط يا دوب المعيشة تبعتها اللي بيشتغلوا فيها من أجل العيشة لإلهم بتصور أنه أغلب هدول العائلات رايحين ينزدتوا في الشارع مثل ما سبق بعائلة أبو ناب وبالنهاية ما يصفلهم مش مكان يعيشوا فيه عمليا المحكمة العليا قررت ألا تتخذ قرار في هذه القضية وألا تبت في موضوع ملكية الأرض ما الذي فهمتموه بالضبط من قرار المحكمة؟ طبعا القرار اللي اتخذته القاضية تبعة المحكمة العليا مجحب بحق العائلات الفلسطينية الموجودين بسلوان في بطن الهواء والصحيح نحن دائما نعتمد على المحكمة العليا من أجل اللي هي ممكن هي يكون بلحظة من اللحظات أنه تنصف بعد المحاكم الصلح والمركزية ومع الأسف وجدنا أنه هي بحث ذاتها هي مثل المحاكمة التانية لا 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 تقل عنها بشاعة المحكمة القاضية بكل وقاحة حكيت اللي أنه قانون أعواج وأنا بدي أعطي قرار أعواج ولا أستطيع ولا أستطيع الرد على المحكمة على القضية هذه فبارجعك إلى المحكمة الصلح وعادتنا إلى محكمة الصلح بالسابق كما نحن الآن مستمرين في محكمة الصلح جمعية تي عطرة كوهنيم الاستيطانية التي تريد الاستيلاء على الأرض وما عليها هنا ما الذي تدعيه بالضبط هذه الجمعية؟ عطرة كوهنيم تدعي لأنه ملكيتها للأرض تعود على أيام الأطراك من خلال ورقة قدمتها في المحاكم لإلنا لورقة تركية تقول إنها من سنة 1892 لهم أراضي وإلهم بيوت في هذه المنطقة في سلوان في بطن الهوى تحديدا ومن هناك بدأت تثبت ملكية الأرض اللي نحن العائلات الأربعة وتمانين بانين عليها إنها هذه الأرض هي القطعة أو بما تدعي أنه هذا المكان اللي إلهم ومفقود منذ مئات السنين ومش عارفين وين موقع هل يمكن القول بأنكم استنفدتم الخطوات القانونية؟ ما هي خطتكم اليوم ربما تفكرون بالتوجه إلى احتجاج شعبي؟ لا أخفي كسيرا إحنا الخطوة التي أخذناها بالمحكمة العلياية لم تكن الخطوة الأخيرة بالنسبة لنا كعائلات ولكن وجدنا أنه يوجد في بعض النقاط أو الأسباب اللي يجب علينا التوجه للعليا ونتخذ قرار نحن مسبق من قبل من قبلنا ضد أملاك الغائبين وعطيرتكوهنين فتوجهنا وتحدثنا مع المحامين وقالوا فلنذهب فليكن نحن ما زلنا في بداية المحاكم الصلوح لقضايانا فإذا نجحنا في هذه القضية تكون خطوة وسابقة بالنسبة لنا وإن لم نستطع فليكن ونذهب ونعود إلى محاكمنا الصلوح فهذا كان الخطوة اللي اتخذناها مع الأسف كان الرد مثل ما حكينا مجحف من قبل القاضية ومن قبل المحكمة العليا عودنا أدراجنا إلى المحكمة الصلوح سنستمر وسنثبت بالمحاكم الصلوح وغيرها القضية تبعتنا والملفات القضاءة تبعونا هذه شغلة شغلة تانية سنتخذ قرارات ولكن مثل ما تحدثت سابقة لأوانها حتى هناك جلسة قريبة ما بيننا وبين المحامين وبعض الشخصيات المهمة في البلد من أجل لأين سنتوجه في قضيتنا سيد زهر رجب شكرا لك شكرا لكم